السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قدر أحبكم يا أحلى متتابعين التملككم تكونوا على خير وبخير اليوم إن شاء الله ونزولا عن طلبكم سنشارك معكم دجاجة معمرة بحشوة شعرية الصينية ومحمرة في الفران كنت جيبنينا بزاف بتتبيل ولا أرواح طبق جد مميز من ألد أرواح الوجبات المغربية فكنت من حقا تبقى الفيديو حتى الأخير وإلا كنت أول مرة تزوروا قناتي وعجبكم وصفاتي كنت من أنكم تجعوني ودعموني بتعليقكم لمحفزة والاشتراك في القناة ألف محبا مع تفعيل جرس باش يصلككم كل جديد نخليكم مع المكونات تريقة حضير فرجة ممتعة نبدأ على بركة الله نحتاج هنا أولا دجاجة من وزن جوش كيلو اللي سبق لي قصلتها جيدا بالملح والحامد والماء وخليتها تسقطر حتى تنشف نحتاج في توابيل عندي جوش في صوص ديالتومة نحكيتها نصف ملقة صغيرة ديالتحميرة ملقة صغيرة ديالتحميرة ملقة صغيرة من بسيبيسة وقاقلة مطحونين القليل من السودانية الملح معلقة صغيرة ديالتحم decor نصف ملقة صغيرة ديالتحم عطوتي نصف معلقة صغيرة ديالام وعنده هنا أيضا لوب ديالتحم ونحتاج هنا القذب اللي قططة أول حاجة نبدأ بها نضع العطرية في واحد الإناء و نضيف جميع التوابل كذلك نضيف القزبور نضيف جوج مع القبار الزيت زيت نباتية نضيف القليل من لا مطارد نضيفه غير شوية صار فيما نكتره حيث عندنا غير جوجة واحدة و نضيف كمية قليلة من الماء و نضيف التوابل الآن نأخذ الدجاجة كيف قلت لكم سبق لي اخسلتها بالملح والحمد و زولت منها طبعا هذه المادة اللازجة اللي كتكون في الدجاج الآن كان نبدأ نشرم الدجاجة ديالي نحاولو ندخلو الشرمولة الداخل و ما بين الجلدة و بين الفخاد أيضا المهم عندنا أننا نشرملوها مزيان مزيان بهات الشرمولة بالنسبة البنات اللي كيتشكو من هكا منصدر كي جي ناشف غادي نتقبوه هكا مزيان بالسيكين كي ما غا تشوفو معي انا اخذ واحد السيكين و غادي نتقب مزيان صدر هكا و حاولو انكم ندخلو الشرمولة مزيان هاد توقوب اللي دلنا في الدجاج بهات طريقة كي تبنن لنا الدجاج مزيان حتى من الداخل صافي بعد ما شرملتها مزيان غادي نخلي دجاجة تشرب العطرية و نمشيه لمرحلة الثانية هناك ما كتشوفو معي عندي شعرية صينية اللي رطبتها في المغليان حتى تتلقت و منبعت صفيتها من الماء و قطعتها بالمقص هذا هو المبلش ديال الشعرية اللي استعملت يعني الشعرية الصينية ديال الارض الان كنضيف عليها الزيتون اخذ المقطع مزيان و هناك ما كتلاحظو معي عندي الكبده اللي سبق لي تلقتها في الماء و اللبس لها وسكن جبير حتى طبط و قطعتها قطع صغيرة بهات الشكل نزيد هنا يا تومة محقوكة مع اللوب ديال حامض مسير نزيد عليهم القزبور طبعا مقرد و ناخد حتى هات الشرمولة لتبقات ليه نزيدها عليهم و نضيف الملح ما تنسوهاش البنات و نزيد معلقة صغيرة ديال كامون كتواتها مع الكبده و معلقة صغيرة ديال خرقون بلدي و نضيف لقليل من الزيت سوف نحرك لكل جيدا حتى يندمج المكونات مع بعض مزيان و في الأخير غادي نزيد لقليل من السودانية هاد الحشوة صراحة تجي حارة ولكن بنا يا سلام هنا يزيد تمازل القشرة ديال الحامض مسير يعني الحامض مسير مقطع صفي عدي هي الحشوة اللي غادي نعمر بها الدجاجة الآن مباشرة غادي نبدا نعمر دجاجة و يستحسن تخليوا دجاج ديال كوم يترقد في هات الشرمولة على أقل ساعة ديال الوقت أو لليلة كاملة فكل ما تشرب دجاج توابيل كل ما كي يجيبنين بزاف افتي سوفيكا نحاول نعمر دجاجة ديالي الجيل اللي غادي تهزليا بعد ما عمرت دجاجة كما كتلاحظوا بحشوة الشارية الآن غادي نجمع لي هاد الجيلات و غادي نخشيهم في هاد البلاسة كما كتشوفوا و ضروري نعقدو بالخيط باش ما تحلوش لنفطيه بها التاريقة حاولوا تخيطوها بالخيط بهذا الشكل اللي منطح لكم وهنا يا أخواتي كتقلبوها على ظهرها هنا غادي نعطيكم واحد سف باش الدجاج ديالكم ما يترتقش لكم في الكسكاس غادي تحاولوا نضغطوه مزيان على هاد البلاسة حتى كتسمعوا الصوت ديال العظم يعني بحالي لك تهرسوا هاداك السنسور و احتى الطياب بسرعة كتدخلها لكن ماشي بزاف تهرسوا ثاني مزيان صافي هنا اخذت البرمة ديالكسكاس كان عصر فيها الحمض يعني كان عصر الحمض في هاد الماء فاش غادي تبخلينا هاد الجاج ثم غادي نضيف الملح لهاد الماء ونزيد نقطع شوية ديال البصلة وكناخذ الان دجاجة وكنديرها هنا يا فليكسكاس ولكن من جهة صدر يعني صدر هو اللي غادي يولي التحت يعني ديروها على صدر كما كتلاحظوا وغادي نغطيها بالوارق ديال الزوبدة ثم نغطيها من فوق ببابي أليمينيوم بحال هكا ومره مره منين تبدأ البرمة تغليه غادي نحلو عليها وناخذوها كواحد لكي يغضون او للقطيب ديال الشيوة ومره مره كتقبو هاديك الدجاجة ضروري من هاد المرحلة كل مره عاليو على الغيطة ونتبقى وتقبوها بالقطيب ديال الشيوة باش كي يخرج من هادا كل ما احطى الطياب كيدخلها بسرعة نتمنى تكونوا كتستفدوا معايا سوف نخلي الدجاجة ديالي حتى كتطيب على خطرها بالنسبة العافية تكون من توسطة ما تكونش مجادة نهائيا باش ما يترتقش لكم الدجاج فليكسكاس بعدما كتطيب الدجاجة بهذا الشكل كنديرها فلمون الزجاجي اللي كيدخل الفران وكندهنها بالزبدة مزيان زيان من جميع الجهات صافي ندخلها الفران تحمر وكيكون هذا هو الشكل نهائي ديال الدجاجة رفقتها مع الشعرية اللي تم قاتلية والبطاطا مقلية واللاصوس ديال الدغميرة اللي حضرتها رفقوها بأي لاصوس او لأي حشوة بغيتون انتوما صراحة الدجاج كي يجي صحي والديد والله ما تشبعوش منو الحمكة تجي فتية وطائبة متمنى اي مبتدئة تجرب هاد الوصفة العائلتها الصغيرة تبقل ديد ورائح بالنسبة للججرة كي يجي طايب حتى من الداخل وفتية فقط تبعوا المراحل كما شفتوها معي وصلنا لنهاية الفيديو شكرا دائما على المتابعة نتلقى في وصفة القادمة بإذن الله كانت معكم حبيبة مع السلامة ستهى اسفسك وحدكون شكرا حسما اشتركوا في القناة